اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا نسوف المخات شو رح يولد فهل سيولد فقراً؟ دجاجةً؟ عاموداً؟ أم أرضاً خضراء لجنرالة فيها؟ أكيد بعد ضربة الحزب من لبنان مين كنا نعطرين؟ دولة لبنان دولة المؤسسات تطلع بيان تخبرنا تقلنا هل هي مع أم ضد؟ هل كانت تعلم أم لا تعلم؟ يعني دولة بتطلع بيان استنكار لضربة بهنولولو معقول ما تحكي شي كلمة عضربة طلعت من عنده؟ ولا طلع شي لبيان ولا سلام ولا كلام يمكن ماشي عقاعدة أميته الباطل بالسكوت عنه وما تقولوا لي منه باطل لأن الرئيس ميقاتي لما سألوا عن الوضع قالوا أحسن الشي الصمت الصبر والصلاة ثلاث سيصان في فرد ضربة نحن ناس مؤمنين يا جماعة ومنعرف قيمة السكوت ورغم هيك دعا لاجتماع ببيته وما أجوا كل الوزراء معنى اجتماع طارق تعاوا نحكي كلمتان بللنا هالصمت بين بعض ما ترضين قلع حكومة تصريف الأعمال مقاطعينة يمكن ما قطعوا البيبسي والمكدو قد ما قطعوا ولا ميقاتي بصراحة لهيك ما عليك ما بس بالصمت والصبر والصلاة بل بالصيان والصمت العقابي عم تمشي دولة الصهاريش وما بس دولة صهاريش هي دولة مصابة بالألزهايمر يعني الرئيس سليم الحص توفى بيقوم الرئيس ميشيل عون بيكتب له وبيقول له أنت رجل تميزت مسيرته بالنزاهة الوطنية واجتمعت في شخصه قيم أخلاقه رحم الله الراحل الكبير دولة الرئيس سليم الحص إيه ده؟ إذا كانت مسيرته نزيهة لا استهدفت بيته سنة 88 بالمدافع لأن رفض يسلم الحكم لحكومة عسكرية يا رأسها الجنرال هيدا تاريخ موثق ولا الألزهايمر ضارب للركب؟ ومن فريق عشنا وشفنا انتظرونا بحلقة جديدة